وصل معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة الدفاع البحرين يوم أمس إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة في زيارة تفقدية لقوات الواجب التابعة لقوات دفاع البحرين المشاركة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ولدى وصول معاليه إلى مطار الملك عبدالله الدولي بجازان كان في استقباله معالي الأستاذ محمد بن عبدالله العايش مساعد وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وعدد من كبار الضباط وخلال الزيارة التقى معالي القائد العام لقوات الدفاع البحرين بضباط وضباط صف وأفراد مجموعتين قوات الواجب التابعة للمدفعية الملكية في منطقة جازان وسلاح الجو الملكي البحريني بقاعدة الملك فهد الجوية بالطائف كما استمع معاليه لإجاز مفصل عن قوات الواجب لمملكة البحرين واطلع على سير عملها ونتائج عملياتها كما تفقد معاليه مجموعة من الطائرات المقاتلة والآليات العسكرية لقوة دفاع البحرين المشاركة في العمليات العسكرية وبمناسبة هذه الزيارة عبر معالي القائد العام لقوات دفاع البحرين عن فخره واعتزازه بضباط وضباط صف أفراد قوة الواجب لمملكة البحرين من الحرس الملكي والمدفعية الملكية وسلاح الجو الملكي البحريني وسلاح البحرية الملكي البحريني بمشاركتهم في عمليات التحالف العربي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك المفدة ضمن اتفاقية الدفاع المشترك مع أشقائنا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وضمن روابط الأخوية التاريخية الثابتة فيما بيننا وفي إطار اتفاقية الدفاع العربي المشترك مع الأشقة ونقل معالي القاد العام لقوة دفاع البحرين إليهم تحياتي وتقدير جلالة الملك المفدة وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد حفظهم الله ورعاهم وأشاد معالي القاد العام لقوة دفاع البحرين برجال قوة دفاع البحرين من قوة الواجب لمملكة البحرين لقيابهم بهذا الواجب السامي بكل شجاعة وإقدام مضيفا معاليه أنهم كما نعهدهم دائما يطلعون لأداء الواجب نصرة للشقيق وحمل مشاعر النوري ولواء الخير للدفاع عن الحق وتحمل المسئولية والأمانة في حفظ الأمن القومي العربي ومهمة الاستقرار الإقليمي داعيا معاليه الله تعالى أن يوفيقهم ويحفظهم وينصرهم مع إخوانهم من جميع القوات الشقيقة من المرابطين على حدود المملكة العربية السعودية الشقيقة في الجو وفي البر والبحر وأضاف معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين نستذكر هنا تضحيات شهدائنا الأبرار الذين بذلوا أرواحهم الطاهرة في سبيل أداء واجبهم الوطني المقدس وبذلوا الأرواح رخيصة وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية في سبيل دينهم وأمتهم فهم بذلك يرسخون قيم التفاني والإخلاص والولاء والانتماء المتجذرة في نفوس أبناء مملكة البحرين الأوفية والتي جبلوا عليها ويتحلون بها دائما وهم يجدون بأرواحهم في ساحات البطولة والعطاء وميادين الواجب الوطني وقال معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين إنه منذ بداية عملية عاصفة الحزم والانتقال إلى عملية عادة الأمل بقيادة الشقيق الكبرى المملكة العربية السعودية ضمن قوات التحالف العربي لضرب معاقل الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع والإعادة الشرعية في اليمن الشقيق حملت تلك العمليات في طياتها عدة دلالات ومشيرات استراتيجية عسكرية أكدت بكل حزم وعزم على تعزيز العمل الخليجي المشترك والجهد العربي الجماعي لحماية المكتسبات ورفع راية العزة والكرامة لتكون خفاقة عالية في التحدي الذي يواجه العربة في اليمن الشقيق وقال معالي أن تلك العمليات شكلت طريقة عمل جديد في التعامل مع التحديات التي تستهدف الأمة العربية مشيد معاليه بالدور الرائد الذي تطلع به المملكة العربية السعودية الشقيقة انطلق من مسؤولياتها التاريخية وثيقة لها الخليجي والعربي والعالمي في مجابهة الأخطار التي تحدق بالأمة مؤكدا معاليه أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين قد نجحت في إيجاد التحالف الخليجي والعربي والدعم الدولي الواسع لإطلاق عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل لكبح جماح الطامعين في الهيمنة على حساب الشرعية في الجمهورية اليمنية الشقيقة وقد عاد صاحب المعالي القائد العام لقوات دفاع البحرين إلى أرض الوطن مساء أمس قادما من مدينتي جازان والطائف بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر